مجددا أهلا بكم وإلى حضر موت حيث وجه محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية لأركن فرج البحسني بتشكيل لجنة رقابية برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية لتحسين مدينة المكلة وتفعيل دور مكاتب الأشغال بمناطق المدينة والمديريات ومراقبة عمل النظافة وضبط المخالفين والانضباط الوظيفي وشدد المحافظ البحسني خلال ترأسه اجتماعا لعدد من المديرين العامين بالمرافق الخدمية بساحل حضر موت على ضرورة الاهتمام بتنظيم حركة السير وتجاوز الازدحامات التي تشهدها مدينة المكلة وتفعيل دور شرطة الضبط وتنفيذ العقوبات الضبطية ضد المخالفين مؤكدا على أهمية الاهتمام بنظافة وتحسين مدينة المكلة والمدن الرئيسة وتفعيل الانضباط الإداري وشدد المحافظ على تفعيل الرقابة ومحاسبة المقصرين في أعمالهم وتفعيل العقوبات الضبطية بحق المخالفين مشددا على ضرورة الاهتمام بصيانة ونظافة الطرقات والأرصفة والتشجير وإنشاء المجسمات في التقاطعات لإبراز المظهر الجمالي لمدينة المكلة شكرا